صباح الخير صباح الأمل صباح كل شيء جديد صباح على قناة الصحة وجمال في برنامجكم الجديد شباب لايف النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا ويخص الشباب ويخص بالشباب بالصفة عامة ازاي تبدأ مشروعك وازاي تستغل المبادرات الكتير اللي بتقدمها لهيئات الحكومية ليك وتبدأ فيها لانت تكون مشروعك وازاي تستفاد عندنا النهاردة موضوع مهم جدا عرضاء الإدارة الحكومية وهي المجمعات الصناعية اللي موجودة دلوقتي من الإدارة الحكومية صباح الخير صباح الخير عزام شارين مشاهدي قناة الصحة وجمال النهاردة في حلقة سونع في مصر في برنامج شباب لايف عايز اقول صباح الشباب صباح رضا ربنا على مصرنا وكلها النهاردة عايز ابدأ كلمتي بمبادرة فخامة الرئيس عب فتاح سيسي رئيس جمهورية مصر العربية انشاء مجمعات صناعية لمساعدة الشباب في اقامة المشروعات الصناعية المشروعات دي هتدي مساحة للشباب اللي هم يعملوا مشروعهم ويعملوا الهدف اللي هو بيسعلي الحكومة هتساعدك الدولة هتساعدك المنشآت الصناعية هيبقى فيها جميع الخدمات متوفرة جميع الخدمات فيها هيبقى فيها سواء ايجار سواء ملك زي ما تحب حسب مشروعك الدولة هتساعدك فمن خلال عايز اقول ان اعلنت الستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس التنفيذ لجهاز تنمية المشروعات عن طرح 1657 وحدة صناعية بالمحافظات التالية محافظة اسكندرية محافظة البحل احمر الغربية المينيا سوهاج محافظة اللقصر ده ده شيء مميز جدا طبعا اللي احنا نبدأ بيها بحاجة زي دي للشراكة الامل للشباب جدا اللي هو يقدر ان هو ينفذ المشروع بطاقة ايجابية طبعا فيه اعادات كتير جدا موجودة عشان تقدر تكمل موضوعك وتبدأ مشروعك هو حطلك كل الطرق وكل الاساليب اللي تقدر تتماشى بها طبعا اللي انت تمتلك مصنع دي كان اي حلم شاب ان هو يمتلك مصنع كبير يعني انا امتلك مصنع وابدأ الصناعة بتاعتي حلم اي شاب لكن في الفترة بتاعتنا احنا دي الادارة كاملة بتقدم محتوى احنا لازم نستفاد منه طبعا هو حط الادارة الحكومية حتى في كل محافظة عاملة حاجة اسمها مجمع صناعي المجمع الصناعي ده فيه كل ما يشمل الصناعات المصرية حتى خريطة كاملة تقدر تستفاد منها وتقدر اللي انت تتشغل عليها وتقدر اللي انت تستفاد بها طيب هل ده بس اللي انت متواجد عشان خاطر تروح تمتلك مصنع منت ممكن حد يقولك تمتلك مصنع يقولك تمتلك مصنع ازاي ايه هي المبادرة اللي انا امتلك بها المصنع لا اقول له تعالى ده فيه حاجة اسمها جهاز التنمية المشروعات وبالتعاون مع الهاية التنمية الصناعية وعملين مجمعات صناعية وديت موجودة في كل المحافظات ديت اللي هتشمل الصناعة المصرية احنا عايزين حاجة نسمي الوضع اللي احنا موجودين فيه غزو الصناعة المصرية لخارج مصر ابدأ الصناعة بتاعتك وابدأها باسلوب سليم هينوعد الحكومة طبعا يعني انا بشكر جدا يعني الادارة الحكومية والمبادرة الرئيسي الجمهورية الرئيسي عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي الكراسة الشروط كراسة الشروط كانت كانت ربما كانت غالية كانت بعض من الشباب كان بيشوف ان هي كانت وضع المالي بتاعها كبير جدا جيه الرئيسي الجمهورية رح منزل قرار بسيط جدا مع الهيئات طبعا نزل الكراسة لازم كله يشتغل لازم كله يكون عنده مصنع انا عايز انتاج انا نفسي انبهارت بحاجة زي دي تمتلك مصنع بمساء بمبلغ بسيط تمتلك مصنع وتصنع وتنتج وتبقى من كبار المصنعين والمصدرين في مصر بامكانيات بسيطة جدا بتقدمها لك الحكومة ده شيء روعة جدا يا سيد محمد طبعا شباب مصنعين جميلة شباب مليء بالحيوية والنشاط وهو محتاج فرصة طبعا انا برحب بشابة كلهم ان شاء الله الدولة هتفضل وراك وهتدعمك وهتحقق لكل اللي انت تحتاجه فخامة الرئيس الجمهورية عمل مشروع جميل جدا اللي هو انشاء مجمعات صناعية في جميع المحافظات هيبقى فيها وحدات انا عايز اقول ان مش كده وبس هيبقى فيه قروض للشباب انه هو من خلال انا هنجيب لك منشاء مساحات جميلة جدا ايجار او تمليك فيها الخدمات داخلة طب الشب المكان الموجود كل حاجة موجودة عايز قرد لا ده الحتة الجميلة جدا اللي احنا انا اتفاجأتي بها جدا لو انت مش عندك فكرة تواصل معي انا هديك الفكرة بالزبط يعني انت مش عندك يعني انا بقول ايه معنا مداخلة تقريبا арو في مداخلة علو ألو صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا بحضرتكم وتحية المقدمين البرنامج اهلا وسهلا بحضرتكم كل اللي موجودين بصراحة اهلا وسهلا بيك فندم اهلا وسهلا بيك اهلا بك معarg شريف عبدالله من أوسيم اهلا وسهلا بيك Masa Al-Shurriif اهلا وسهلا بيك تحية طبعا لكل الموجودين فكرة مينوس مصطفى رجل محترم اه بصراحة اعجبة قصة مصطفى الان بتابع انك دايما ويربطئ لكن النس المحترما موجودة عند حضراتكم بصراحة فكرة هائلة فكرة كانتadata فوق الخيال بترسم بسمة امل على طبعا جميع الشباب الموجودة واحنا دايما بصراحة حاجة منتازة الفكرة اللي هنت بتعملوها دي احنا بنعرض الفكرة كاملة يا سيد الشريف احنا بنساعد ان احنا نوصل الفكرة للشباب انه انت تقدر تمتلك الوحدة الصناعية بتاعتك بقل تكلفة وبسهولة كبيرة جدا بيقدمها وطبعا ده يشكر عليها الادارة الحكومية بالقرار الجمهوري بتاع الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا فكرة هايلة والله وبشكركم جدا واشكركم مصطفى مرة تانية تحت امرك تحت امرك على الفكرة الجميلة والمجهود الرؤى اللي انتم عاملينه ده تحت امرك صباح اخير صباحك امل ان شاء الله انا كنت عادتكلم سمصطفى عن موضوع القروض الشباب الشباب محتاج دعم مالي عشان يبدأ اياه من المشروع اللي هو ابناه فالدولة رصدت 200 مليار جنيه من البنك المركزي انتاحه للشباب بالفرصة ان هو يعمل مشروعه فالمشروع مثلا خطوات الايه اللي هو مطلوب عشان تعمل مشروع لازم يكون فيه سجل تجاري وبطاة دربية للمشروع لازم يكون المنافذ المشروع يجيدي قراءة وكتابة يكون مصر جنسية ان يكون قد سبق ان لا يكون لها قد سبق ان ضمن احد يكون صافل عليها كمان لان ما كنتش فيه شبهة فضامن من البنك ومن الحد ان لا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة بدون فوايد هتبدأ مشروعك هتبني حلمك وهتحقق كل اللي انت عايزه مع قوة مصر من قوة شبابها كان الفترة اللي فاتت كان الشباب بيتساءل كتير جدا او انا عايز اشتغل كان فيه ناس كتير طبعا عايز يتوظف وعايز يشتغل طب ما تيجي نعمل مصر تاني ونبدأ صناعة بالضبط ما تيجي تمتلك مصنع ما تيجي تنتج ما تيجي ترفع الانتاج المصري والعقد التصديري لمصر انا عايز اقول له حضرتك على الحاجة برضو في اختيار المناطق الصناعية في المجمعات الصناعية زي المينيا سهاج لقصر على جميع محافظات الصعيد اختار تقريبا يعني انت او الصورة كاملة لو انت موجود بالصناعة بتاعتك وده اتواجدت في الصناعة المصرية طب هقول لك المفاجأة وده يت اللي انا عايزة حبيت اتأكد منها المالقيت ان المتر ايجار في الجهاز ب20 جنيه ممتاز المتر الايجار ب20 جنيه طبعا احنا بنعرض دلوقتي المحافظات بالمساحات اللي موجودة بالاماكن اللي موجودة في المحافظات المصرية طبعا هو حتطلق طبعا المساحات كاملة حتطلق الاماكن الاستراتيجية بتاعت المحافظات والمجمعات الصناعية اللي موجودة في المحافظات تقريبا برضو الصورة والاطار الكبير جدا اللي هو اللي انت تبدأ الصناعة بتاعتك وتبدأ المصنع بتاعك عمل لك وضع سهل كبير جدا انت تيجي تعمل صناعة مصرية بتاعتك وتبدأ اللي انت عايز تصنع او صنعت المنتج بتاعك واشتغلت به تقريبا الانشغال الكامل في السوق المحلي حبيب انت تصدر قالك تعال انا هتخش موجود من على السخنة يعني انت تقدر تخش السخنة من السخنة من الطريق الصعيد بدل ما تطلع وتوصل لغاية اسكندرية لا انا سهلت لك المؤمورية كاملة تقدر لو انت هتصدر المنتج بتاعك تقدر لانت تخش من على طريق السخنة طبعا في حاجة برضو جميلة جدا انت ذكرتها لست محمد اللي هي الكروت اه يعني انا عايز تسهيلات في الشباب الشاب المصري واعد وقوي ونشيط عايز دعم دا والدولة فعلا تبنت قضية الشباب وانشأت لها مجمعات صناعية مجمعات صناعية في منتهى الجمال تخيل حضرتك لما يبقى منشأة صناعية فيها وحدة صناعية على مستوى الجمهورية بإيجار او ملك اشتغل وهتوفر لك فروض النقطة دية اللي انت عايز تبني مصنع وعايز تنتج فانتاج المصنع كاملة مبلغ مهول جدا يعني وفرت المكان ووفرت لك المكان ورفرت لك كمان اللي هو جهة المالية اشتغل يعني دلوقتي اشتغل بقى يعني انا عايزين العزيمة والطاقة الايجابية انا عايز اقول حاجة بس فيه نموذج مشارف جدا وجميل جدا ويدل على نجاح المنشأة الصناعية فيه مشروع اسم مشارع 306 المشروع ده فيه متهج جميل ده تشغيل بسيط بيحصل للشباب بفكرة جميلة نموذج مشارف للشباب النموذج ده اتاح فرصة عمل 150 فرصة عمل نموذج فيه 28 منفذ كل منفذ فيه 3 افراد لا يخيل تمشي في المنطقة كلها برندات كلها مطاعم راقية جدا شباب جميل جدا وبيشتغل فده نجح بإذن الله الدولة هتطبقه عمستوى جمهورية احنا عايزين نوجه رسالة للشباب اشتغل اشتغل قوم وتحرك يعني يعني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اشتغل كل عام وحضرتهم بخير طبعا بمناسبة مولد النبوي لازم نشتغل لازم كلنا نشتغل دلوقتي الدولة بتدعمه بتقولك اشتغل انا اقول بقى كلمة بسيطة جدا بين اطار بسيط جدا امشي على حلمك اتمسك بيه جدا حتى لو فيه صعوبات كبيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك هيحط لك لازم تسع على الخريطة كاملة اللي انت تقدر تشتغل بها ويوصل لك لحلمك ويوصل لك فكرة دا طيب لو انت حابب اللي انت تجيب الكراسة دا وتبدأ تشتغل وتبدأ اللي انت تضامن ضمن الجمعيات وتبدأ اللي انت تنفذ المشروع بتاعك جهاز التنمية المشروعات موجود فيه الكراسة دا وغير الجهات التنمية الصناعية تقدر تروح تجيب الكراسة بتاعتك بقى قل التكلفة كتكلفة الكراسة 300 جنيه وتبدأ مشروعك بها سعر المتر 20 جنيه يعني مش حاجة كبيرة جدا تقدر اللي انت تنفذ بها مشروع بالزبط واشتغل يعني انا هذكر الموقف صغير سيدنا عمر لما لها واحد قاعد في المسل بيقول يا رب رزقني قال له عمر وما ربينا رزقك وانت قاعد لازم تمشي وتسع لازم تتحرك ربنا سبحانه تعالى بيقولك وامشوا في مناكبها لازم تتحرك وتسعي بقى عندك العزيمة والدولة معك وفي ظهرك السعي اهم شيء السعي اهم شيء سدق لازم تسدق حلمك لازم تسدق حلمك واسيبك تماما من الناس اللي تقولك لا دا الحلمك لا دا ضعيف دا انت في مشكلة دا صعب التحقيقه ما تسمعش تماما للمواضيع دية ابدأ اللي انت تبدأ تصنع لنفسك وتكبر لنفسك بزرد وخلي بالك انت المنتج بتاعك والصناعة بتاعتك دا انت سفير سفير لدولة كبيرة اسمها مصر لما يكون منتج موجود بين الاسواق الموجودة خارج مصر انت سفير لدولة انت ما بيتكلمش اول ما بيقول ان المنتج دا ما بيقولش منتج الشركة الفرنية بيقولك منتج مصري فلازم تكون فخور جدا اللي انت في مصر فلازم تكون فخور جدا بصنعة في مصر سيبك من عقدة الخواجة وابدأ بمنتجك احنا نمتلك كنز عظيم جدا اللي هو كنز الشباب الشباب دا هو دا القادر ان يبني اقتصاد قوي جدا فبداية الشباب بداية دولة قوية جدا فاشتغل وتحرك وابدأ انجز وحقق كل احلامك والدولة مش هتسيبك طبعا احنا وصلنا لاخر فكرتنا عايزين نقول صباحكم امل صباحكم كله نشاط وحيوة ان شاء الله ابدأ على مشروعك وصباحك ان شاء الله على شباب لايف دونتو سيلمي اشتركوا في القناة